السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك يا جمع يا رب تكونوا بخير. اه هنبدأ دلوقتي نرد على بعض اسئلة اه متابعين على صفحة الانستجرام. والسؤال ده كان من شريف من الجزائر كان بيسأل ازاي يعزز ثقة المتابعين في صفحة. الموضوع بتاع الثقة وازاي العميل يثق فيك. الموضوع ليه ابعاد كتير. اه اول حاجة عشان تخلي العميل يثق فيك حاجة بسيطة جدا. رقم واحد بيانات الصفحة بتاعتك خليها كاملة. اه اكتب عنوانك شركة رقم التليفون. لو معندك شو بسايت اعمل بسايت. اه لو فيش رقم تليفون لازم يكون في رقم تليفون. ما ينفعش حد يشغل بودون يحط رقم تليفون. الايميل بتاعك وهكذا. وحط بيانات صحيحة. عشان لو حد يبعت لك ايميل حد اتصل بيك حد يخلى بسايت يلاقي كل البيانات ديت كاملة. الامر التاني. عشان تعزز ثقة العميل فيك. اه كم عندك كم متابع. ما ينفعش انت مسلا تقول انا براند مسلا او او مسلا شركة او مسلا متجر وعايز بيها مسلا منتجات اه بمبالغ مسلا اه عشر تلاف ريال عشر تلاف ريال عشر تلاف ريال وبعدين انت مسلا عندك تلتونية متابعة او رتونية متابعة. لا طبعا. لازم تستثمر جزء معين من مزانيتك في الاعنانات الموالة او في التعاون مسلا مع المشاهير او في استراتيجية مسلا ان انت تزود المتابعين بتوعك على المنصات السوشل ميدا المختلفة وتكون على الاقل على الاقل يعني عشر تلاف متابع على المنصات المختلفة عشان تعزز ثقة الايه المتابعين. الامر التالت عشان تعزز ثقة المتابعين اه ان حضرتك اه تنشر صور من المكان عندك اه صور مسلا من مقار صور من الداخل المقار من خارج المقار عندك مسلا احتفالية مسلا بمناسبة مسلا موظف عد عليه سنة اه عملت مسلا شراكة مع شركة فلانية جبت مسلا جهاز جديد فانت تصور الحاجات دي بترفحها على دي بتعزز ثقة العميل امر رابع او اراء العملاء كل عميل اشترى منك منتج او خدمة حاول تشجعه انه يعمل رأيه في الخدمة واكيد انت مسلا عندك خمسين عميل او مئة عميل هتلاقي ولو عشرة فالمية عشين فمية منهم راضين عن خدمة وتجمعك ما بينهم وبينهم علاقك بس اتكلمهم وقل لو لو سمحت فلانية عايزك تعمل لي رأي اه عن المنتجة والخدمة وتنشره على الصفحة ان انت وانت بتعمل خلي اه اه الكلينت وهو بيعمل يبقى يعمل قبل واثناء وبعد قبل ما يشتري الخدمة كان حاله ايه ولما يشتري الخدمة بقى حاله ايه وبعد ما يشتري الخدمة بقى حاله يعني مثلا ايادة اسنان اه عميل يتعامل معها فبعد ما اتعمل واتبسط وعمل مثلا ابتسامة ريود وابتسامة كانت جميلة جدا فمسؤول التسويق في العيادة كلمه كلم العميل وقال له لو سمحت بس عزيم من منك ريفيو عن الخدمة وابتسامة وكده عزيمة عرف رأيك وهكذا فالمهم اه عمل ايه ريفيو والله اتعملت مع عيادة كذا هم ممتازين بتاع سمعلك لا ريفيوز ده مايفضلش ريفيو يفضل يبقى قبل الخدمة كان حاله ايه واثناء وبعد خلينا اقول مثال عملي يعني مثلا والله يا جماعة انا كنت وادور على عيادات اسنان في الرياض وشفت كذا عيادة بس اه ما ما لقيتش فيهم وصفات اللي انا عايزة لحد لما لقيت عيادة كذا ولقيت دكتور كده السي في بتاعه والتاريخي بتاعه كويس جدا فصراح رتحت له فقلت خلاص لما اروح لعيادة واعمل عنده الدكتور ده لو روحت فعلا عملت عنده ايت دكتور ملتاز بمعاده في نفس الناعات كان موجود رحب بي وابتسامته كان موجودة وفي ظرف مثلا روحت له ثلاث مرات خلاص للموضوع وبقى ممتاز جدا وقوي واداني مثلا ضمان بحيس لو اي حاجة حصلت ارجع اعملها مجانا وانا سعيد جدا متعامل مع الدكتور ده وانا راح اكون متعامل معه وهكذا القصة كلها لما انت بتعملها قبل واثناء وبعد بتكون حاجة فعلا مقنعة لليوزر ان هو اللي عايز يتعامل مع مع الشركة او مع المتجر ده ان هو يتعامل مرة ثانية او مع العيادة ده اتعامل مرة ثانية وحاول ان انت تمسك كلمات بضه مخاوطة في ريفيو ده ان انت تشجع لازتؤذنك لو تقدر مسلا في وسط ريفيو بتاعك مثل كلمة عيادة اسنان في الرياض jealous عيادة اسنان في الرياض عشان انت برضه تشغل معها اس اي او لما حد يكتيب الكلمة دي تعايد اسنان في الرياض تبقى انت فرصك اكبر في الظهور في النتائج الاولى دي باختصار بعض النصائح السريعة في عمل ريفيوز او عمل تستمونيالز مع اا العملاء النقطة الرقم خمسة قدم محتويات مفيدة في احد المرات كنت معدى على مطعم بتاع مطعم سوري فكان عامل يفطع المطعم طريقة عمل الشيرما السورية المكونات واحدين ثلاثة اربعة بعضين الطريقة كذا وتعمل كذا وتسوي كذا طيب سؤال بقى طب ما الناس ممكن اصلا تعمل الطريقة دي وانجيش المطعم لا طبعا في ناس مشغولة ناس مش هتقدر ناس مش فضي اصلا تعمل حاجات دي كلها وكذا حتى كمان الناس اللي الفت الطريقة وعملوها في البيت والطعم تلع عجبهم وممتاز بقى هم عندهم امتنان وحاسين ان المطعم دو اتعامل معهم جميل ومعروف عشان عرفهم طريقة الشيرما السورية فكذلك الانباون ماركتنج لما انت دايما على صفحيتك بتعمل محتويات تعليمية محتويات تثقيفية تقول للعميل مثلا كيفية شراء موبايل حديث بنفسك كيفية مثلا اختيار نوع السيارة الموفر مثلا للطاقة في عام 2020 افضل مثلا جوال في عام 2020 بناء على مواصفات واحد اتنين تأثير اربعة وهكذا وتبدأ انت تعلمه وتفيده كده العميل يحس بالولاء يحس بالانتماء لك حس ان انت همك مصلحته وهكذا فهناك مهمة جدا انت تقدم محتوي مفيده باستمرار انه والسلم كان عملوه ديما يعني ايه كان عملوه ديما كان يواظب على العمل اللي بيعمله فانت برضو كذلك في المحتوي واظب على المحتوياتك ولو بوست واحد اسبوعيا بس خليك ثابت عليهم لو بوستين اسبوعيا خليك ثابت عليهم هتقدر تنشر بوست مسلا كل ثلاثة ايام ماشي بس خليك ثابت عليهم اهم حاجة ان الدايمومة الاستمرارية على نشر البوستات النقطة اللي بعد كده في تعزيز الثقة نقطة مهمة جدا 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 الا وهي دعوت احد المشاهير حاولت التعامل مع مشاهير كبار او مشاهير معروفين ودلوقتي الحمد لله بقى فيه مشاهير سوشال ميديا بقى يتقصروا ما لحد ما مقبولة مش اقولك مثلا يتعامل مع لعيب كورة مشهور ممكن يكلفك مئات الاف الدولارات او يكلفك مئة الاف مئتين الاف ممكن يوصل نصف مليون لبعض اللاعبين المشهورين فلا فيه عندك مشاهير سوشال ميديا اسعارهم بقليلة بس اهم حاجة فان التفاوض من طرفك كلف حد او انت اقوم مثلا اهم الحصر مثلا عشر تلاتين مشهور وابدا انت تتفاوض معهم كلهم ومشوف افضل سعر هي نسبك مع استهداف المشهور المناسب وابدا انت تتكلم معاه حاول تخليه زور المكان حاول تخليه يعمل اعلان لمنتج او الخدمة او المتجر بتاعك وبعدين انشر الكام دوت على منصتك على كل منصات سوشال ميديا بتاعتك ده يفيدك جدا جدا النقطة اللي بعد كده هي التواجد على كافة منصات سوشال ميديا لما الناس مثلا بتلاقي الشركة او المتجر موجود على منصة واحدة بس على الانستجرام مش زي لما بيعمل مسلا صورة تحت كده ان هو موجود على كل المنصات تويتر انستجرام سناب شات يوتيوب لينكد ان وهكذا التواجد ده بيدي ثقة للعميل وفي نفس الوقت في بعض العملاء ما بيحبوش بس الى السناب في بعض العملاء بيحبوش بس الى تويتر في بعض ما بيحبوش بس الى الفيسبوك فانت اصلا لو انت متواجدتش على كل المنصات انت ممكن تخسر فئة كبيرة من العملاء الامر اللي بعد كده مش مجرد انت موجود على كل المنصات لا انت موجود ومتفاعل موجود ومتفاعل يعني الميزة اصلا انت ممكن تنشر بوست البوست ده وقت تتنشر على كل المنصات مرة واحدة بس كل منصة بقى بما يناسبها ويتعامل باسلوب مختلف عن التاني قدر الامكان عشان المنصة دي تتعامل معها باسلوب مختلف تويتر مثلا في عدد معامل الحروف انستجرام واتمد شجأة الساعة الصور لينكد ان عمل شوية وبزنس وهكذا فتواجد على كل المنصات وانشر محتويات مفيدة على كل المنصات حاول تطبع النصائح اللي انا قلتها ديت وان شاء الله وإذن الله موضوع تعزيز الثقة هيكون معاك احسن وافضل السلام عليكم